السلام عليكم. السلام عليكم. البلاء موكل بالقول. البلاء موكل بالقول. في رواية أخرى. البلاء موكل بالمنطق. بمعنى أن رابرس وحاد على مستنيك ستقول ماذا؟ ساعة المصيبة وعنوا على المصائب كثيرة جدا. هل ستقنط أم ستصبر ولا تقل ولا تقول ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل ليعوزه فكان مريضا فقال له فقال له طهور قال له لا بل حم تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال الله الرسول طهور يا رجل قال له بل حم تفور على رجل كبير تزيره القبور أو على شيخ كبير تزيره القبور حديث في البخاري قال له إذا نعم ما أنت بتبشر على نفسك أنا أقول لك طهور طهور هذه الكلمة بتقال عند المرض لأن المرض يطهر إنسا من الزلوب يقول له أبشر بأنك ان شاء الله تستطقي ربنا تطهرك من الزلوب هذا المرض فقال له لا دي حم تفور وعلى شيخ كبير هتموتني بالدخل فمات هذا الرجل من صباح في الصباح فالحق الأبلاء موكر بالقول رب رسول حد عالة بيمتظر ما ستقول انقلت خيرا فخير وانقلت شرا فشر فكثير جدا من الناس قاتل نفسه أو جاب لي نفسه مصايب لسانه وهو لا يدري وهو لا يدري وهو لحظاتكم بعض الأمثلة عشان كل واحد يتقل له ويتحكم في لساني قبل أن يتكلم عشان لا يريد نفسه مورد تهلوكة هو لا يعني يعني احنا قلنا الراجل ده يكاد يكون قاتل نفسه بنفسه طبعا هو ربنا القدر محتوم ومكتوب والاجل مكتوب لكن رابير صحيح تعالى بيسبب الأسباب فرسول صحيح تعالى قال له لما قال ابو صمم لا بل حمى تغفور عشاء توزير قلنا ميت ميت قال له خلاص قال له اذا نعم راح الراجل مات تاني يوم ف كثير من الناس بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى عند وقايا المصيبة ويقول ان راح في داهي ان راح في داهي الموضوع ده فاشل فاشل ميت ميت فهناك اصل ضعيف حديث ضعيف وهو اصل ضعيف تفاعلوا بالخير تجدوه ف ما تسببش انت في وقايا المصيبة خليها تجي من عند ربنا سبحانه وتعالى لك انت متجبهاش بنفسك لان ربنا الملائكة تنتظر تقول وستكتبه في الصحائف ويبقى مكتوب في اللوح المحفوظ ان المصيبة هتنزل عليه لانه سيقنط ويقول كذا ربنا عارف انك هتقول فهي مكتوب في اللوح المحفوظ او انك تستطبر ولم تقول فحضروا لحضركم بعض الامثلة الهمة جدا عشان نتقل الله لان اقصر الناس بيقع في هذه الخطأ وربنا اكون انا واحد منهم فعضركم نعمل ايه عشان انسان يتحكى في اللسانه واذا انسان قال الكلمة دي يتوب ازاي ربنا سبحانه على طول عشان ما تكتبش هذا الكلام ويتحقق ف سيدنا يوسف عليه السلام نبيه كريم عندما تكلمت عليه النسوة فقال يا ربي السجن احبوا الي مما يدعونني الي وإلا تصرف عني كايدهن اصبوا اليهن واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كايدهن انه السامير العليم ثم بدى له من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين طيب فاوحى الله ربنا سبحانه تعالى وفي السجن قال الله يا يوسف الحديث صحيح قال هذا في تفسير هذه الايات يا يوسف سألتنا السجن فأدخلناك السجن ولو انك سألتنا المعافاة لعافيناك هو اللي قال السجن احب الي مما يدعون الي طيب ليه ما تقولش المعافاة احب الي مما يدعون الي سيدنا يوسف قدر الله سبحانه وتعالى بعد ما يقول المعافاة احب الي قال السجن احب الي مما يدعون الي فأدخله السجن باديك كلمة ورح صحيح يقول ولدي نفسي باديك لو ان يوسف قال المعافاة احب الي لعافاه الله لكنه طلب السجن فدخل السجن كلمة دخلي سيدنا يوسف السجن شو كلمة فالإنسان يخلي اوام كلامه ايضا ايضا بعض مثلا تاريخ خاطير جدا لسيدنا يوسف تخليبا لكم سيدنا يوسف النبي كبير فبقا لكم بالناس بالبشر العديل كنا سيدنا يوسف سيدنا يوسف انما رأى الرؤية لأنقصة مصر من القحط اللي ضرب العالم كله وخرج من السجن وكان مظلوم وهو حق الناس الذين يكونوا عزيز مصر فقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم كذلك مكن اليوسف في الأرض يتبوء بينها حيث وشاء يصيبه برحمة النماء النشاء ولو نوضعه أجرى المحسنين تحققت أمتى الآية دي بعد السنة كاملة الرسول صحيح صحيح يقول في الحديث في الآية دي الآل والذي ناس في يده لو أن يوسف لم يسأل الملك أنه يجعله على خزائن الأرض لأخذها من تو لكنه سأله فأخره الله عاما كاملا سيدنا يوسف شوفوا الناس نحن نعطي الإمارة لمن يطلبها فمن أخذها بطلبه وكلة إلى نفسه ومن أخذها بقدر الله بدون أن يطلب أعين عليها عاناه الله عليها إنه ليس بس أن الناس تطلب الإمارة دي لذي بعد ما يبقى أمير يريد أن يلزق في الكرسي وليس يريد أن يسأل ومنع أن يقوم بإيقافة الناس وإيشارد الناس لكي يفضل قاعد ومنع أن يقوم بإيقافة البلد بحالها لكي يفضل قاعد على الكرسي ليس بس أن يطلبها للأسف الشديد لا حاول أن يقوم بإيقافة الله نقطة الملكة من نشاء وننزعه مننا من نشاء ما ربنا أقلش بأخذه وننزعه أنا هو لازم في الكرسي مش عايز يسيبه ربنا سعى الله ينتزعه منه ولكزارة إنه هو متشابس بالشهوة شهوة الملك ده الرسول عسل يقول نحن نوعنا في الإمارة من نطلبها فالإمارة لكن سيد نوسي طلبها ليه لأنه هو أحق واحد به وهو اللي شاف الرؤية لكن ربنا الأولى له أنه مكانش يطلب لكن كلمة أخرته سنة كاملة قال رب جعلني على خزائن الأرض إني حفيتنا العليم أم ربنا أخره سنة كاملة ما يخدهش إلى بعد السنة الرسول عسل يقول لما كانش يقالي الجملة دي لكان الملك عينه بعدها في ساعة على طول شوفوا الكلمة بتاعمل إيه وده مين سيدنا يوسف فما لكم بقى بالبشر العاديين نهزين إحنا طب مثل تاني واحد من الموسلين الغابرين اللي لها ده على ذكر يسمع كان فقيرا جدا في بداية حياتي وكان بيأكل الفول بيتبطر على الفول فقال يعني على طول فول فول فهلو يحمد ربنا على الصحة قالهم صحة إيه أنا مستعد يجيلي مرض قطير أو مستعد يجيلي سرطان ويبقى معي فلوس دارت الأيام وأصبح ممثل مصر الأول وعنده شركة إنتاج بأكتر من نصف وقاله السرطان اللي هو طلبه في الأربعينات ولسه مجدد شاب ومات بشنت المستعد يجيلي كانوا السرطان البلاء موكل بالقول واحد تاني كان على الفيسبوك كان دائما يكتب أنا حمود غريء أنا حمود غريء أنا حمود غريء كان قاعد على كرسي من كراسي الأسمان المثبتة فجاءت سيارة خوطة كرسي والضمان على الروي القصة طبعا القصة دي بتقال وأنا سمعتها لكن لما أرها بنفسي لكنها أضمسا من الأمثلة فجاءت سيارة قد صدمت الكرسي فخضعت الكرسي من الأرض ودزلته في البحر وغرق فالبلاء موكل بالقول فأنا أعطي أضرب لحضراتكم أمثلة كثيرة لكلام اللي بيلولوا الناس وبيقصد بهم إلى مصيبة فربي الله سبحانه وتعالى منتظر أنت ستقول ستقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو ستقول لا إن شاء الله خير بإذن الله خير و خلي بالك أومي لسانك عند وقوع المصيبة لو أعب تقول كلام يغضب الله سبحانه وتعالى وتقنط وتيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا ما يقول يبشر على نفسك فتكون النتيجة وقوع المصيبة لأنه بلاء موكل من القول فنعمل إيه لو قلت كلمة مثلا أنا ميت ميت الموضوع ده فاشل فاشل ما فيش فايدة ما فيش فايدة يتوب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في الحال وعنين يقول يسترجع ويقول لا إن شاء الله خير استغفوا الله العظيم إن شاء الله خير بإذن الله الموضوع يتم اللي فيه الخير ربنا قدمه لكن كلام اللي فيه قنوط وما فيش فايدة وما فيش فايدة لا ينفعش ف ف فمهم جدا جدا للإنسان يخلي باله من كلامه وألفاظه لأن الكلام يولد الإنسان مولد تهلك فأنا سأكتب لكم من الحديث هذا تحت الفيديو سخون شروع ونشرح هذا العين فيه ثواب عظيم على العمال من في النهو أجرم عمال في يوم القيامة لا أقوى ذلك كم جورنين شاي اشتركوا على الجرس اشتركوا في قناة لا يصلكم كل جديد تساعدوني عناشة صلات ربوية كل قولي هذا أستغفر الله لي ولك وأنا سأكتب لكم كلام ده تحت الفيديو لكي في التعليق لكي في بعض الناس لا تحب تنسخ فلو ينزل في التعليق ينسخ كلام ده ونشره نشرح هذا العين في الثواب العظيم على علم العلما فلو أجرم عام بيوم القيامة لنوقع ذلك من القرم شاي اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة رسالكم جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة